الكثير من المواطنين والشركات تأثرت دخولهم بالفترة الأخيرة نتيجة جائحة كورونا مما تسبب بضعف التدفقات المالية وأغلب المواطنين مرتبطون بالتزامات وأقصاط مع البنوك المطلب اليوم في الشارع الأردني يدور حول وجوب إصدار أمر دفاع بتأجيل هذه الأقصاط المستحقة على المواطنين هذا أكيد على الوضع الاقتصادي أكيد 100% يعني هذه بدهاش جدال لابد هذا الإشي منه والمفروض يعني المفروض لأنه ما فيش شغل ما فيش حركة ولا في أي حاجة فمن حق أجلوا البنوك عبر ما الله يفرجها على الجميع الوضع الاقتصادي زي العمى والناس اتضررت اقتصادياً ومحلات كلها موقفة ما في شغل يعني ما في رواتب ما في شيء طبيعي لوحد بيد هذا القرار أكيد لأنه الوضع الاقتصادي صعب على المواطنين مش قادرين أمنوا معيشتهم المطالب بتأجيل الأقصاط والقروض تتزامن مع الخوف من فرض عمولات أو فوائد تأخير قد تصبح ملزمة للمؤجلين من قبل البنوك بما لا يتناسب مع التضفقات النقدية والأوضاع المالية للأفراد إنه بس يلزم البنوك منحطها لنا فوائد أنا بأيد بس البنوك لأ بتلف بتقولك إحنا عافناك من العمولة تبيعة التأجيل أما حطينا عليك فوائد زادوا علي على ثلاث شهور قصد قصد 150 دينار زادوا علي نحن معنا لتأجيل القروض بالناس أغلب الناس عليها قروض ومستهل الوضع الوضع سيء جدا كل بنك حسب تطبيقه للقانون إذا بدون يطبيق أو ما يطبيق حسب حضب ظروف البنوك توظف الألاف ويساهم فيها عشرات الألاف من المواطنين وقد تتأثر سلبا أو تتكبد خسائر من حقوق مساهميها نتيجة تحملها تكاليف تأجيل أقصاط القروض لكن المصلحة العليا للمواطن والوطن هي فوق أي اعتبار أسامة بليبلي الحقيقة الدولية